السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه ربكم بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نستعرض لحضراتكم مشكلة من اكبر المشكلات البتاءة بالمستخدم جهاز الكمبيوتر خصوصا لله كان بيستخدم الفلاشات او الكروت ممري المتنوعة هو ان انت لما بتيجي تعمل عملية فرومات للقرص او للفلاشة بتصدر عندك الرسالة المزعجة دي القرص محمي ضد الكتابة وطبعا لانت قادر تمسح البيانات اللي موجودة على الفلاشة او الكرت الممري او ان انت تضيف بيانات جيدة بازن الله في الفيديو بتاع نهاردة علمك ازاي تشيل المشكلة ديت او تخلي القرص آآ قابل للقراية وقابل الفرومات بدون ما نستخدم اي برامج لو حضرتك حبيب تعرف تابع معايا الفيديو للنهاية طيب هنحل المشكلة دي مع بعض ازاي كل اللي احنا هنعمل له هنروح على محرك البحث الموجود في شركة المهام عندك في الويندوز ونحول طبعا لوحة المفاتيح من اللغة العربية الى اللغة الانجليزية ونكتب كلمة سي ام دي تمام كده هيظهر معايا على طول مواجه الاوامر هبدأ اعمل له عملية تشغيل كمسؤول خطوة دي مهم جدنا لازم تعمل له تشغيل كمسؤول تمام هيظهر معايا السي ام دي هقول له نعم تمام هيظهر معايا بالصورة اللي حضرتك شايفها دي هبدأ نكفز مجموعة من الاوامر ان شاء الله الاوامر دي هتركها لك في قلب صندوق الوصف بتاع الفيديو ياريت ما تصرعوش عشان تشوف الاوامر اللي هيب تتنفز قدام حضرتك وانحنا هنقدر نشيل الحماية من على الفلاشة هنبدأ ناخد اول امر كله هعمله هضع مؤشر الموز في دي وضغط كليك يمين هيتم لصق الامر وبعد كده تضغط هبدأ ااخد الامر التاني اللي هو تمام كده هبدأ ااخده برضو نسخ واروح على مواجه الاوامر واعمل كليك يمين وانحاطة الموز في مواجه الاوامر هتلاقي تم لصقه هبدأ اضغط على هنجي عند الخطوة دي حضرتك انا عايزك تركز فيها كويس جدا عشان ما تعملش اي مشكلة على جهاز الكمبيوتر بتاعك انت هتلاقي دهوقتي دسك زيرو دسك وان دسك زيرو ده الهارد دسك اللي عليه اللي هو الويندوز عامل هاردين على الجهاز بتاعي دسك اه ون اللي هو الدسك بتاع الداتا حضرتك هتعرفهم الارقام هنا متين تمانية وتلاتين جيجا والتاني تسعمائية واحد وتلاتين جيجا يعني واحد اه متين ستة وفمسين والتاني واحد تيرا طيب الفلاشة اللي هي وغضة الحماية اللي هي زي ما حتراك شايف كده هي اربع جيجا لكن هي مقرية تلاتة آآ تلاتة جيجا ويعني اربعة الا ربع يعني كده. تمام? هنبدأ انا دوقتي اعرفت الفلاشة بتاعتي الرقم بتاعة ديسك بتاعها ديسك تو. لازم حضرتك تتأكد من الحيطة دي. ان انت الفلاشة بتاعتك تعرف رقمها. تمام? بما ان انا الفلاشة بتاعتي ديسك تو. هبدأ ياخد سليكت ديسك تو. تمام? كده هاخد الامر ده. اخده نسخ. اروح رايح على سي ام دي. واقف بمؤشر ماوس. واضغط كليك يمين. هيتم لصق الامر. وابدأ اضغط على انتر. تمام كده هوت. هنيجي عند اخر امر هو الامر اللي هيشيل الحماية اللي كانت موجودة من على الفلاشة. اخده نسخ. واجه اف برضو في السي ام دي. واعمل كليك يمين. هيتم لصق الامر. وكل اللي انت هتعمله بعد كده هتضغط آآ كليك يمين. آآ آآ عفوا هتضغط على مفتاح انتر. من لوحة المفاتيح. هتتم ازالة الحماية اللي كانت موجودة على الفلاشة اقول القرص منطقة البساطة. هضغط انتر. زي ما حضرك شايف كده. بيقول لي ان تم ازالة الحماية بنجاح. تمام? زي ما حضرتك شايف. طيب عشان اللي العملية تكمل بنجاح كل اللي انت تعمله. هتطلع الفلاشة من قلب جهاز الكمبيوتر بتاعك. زي ما انا عملت كده. ترجع تدخلها مرتين. طيب وبعد كده حضرك هتروح قافل اللي هو السي ام دي. طبعا الفلاشة فتحت معا مباشرة. هقفل الاوامر ديت. ان شاء الله هترك قلب صندوق الوصف. هبدأ ادخل على الفلاشة بتاعتي. ونشوف تم ازالة الحماية من على الفلاشة ولا لا. زي ما حضرك شايف كده. دي الفلاشة بتاحت هيه. نفس المساحة اللي انا كنت شغال عليها. هبدأ. هفتح الفلاشة. هجيب اي ملفة الملفات اللي كانت موجودة على الفلاشة. احل ان انا حذفه. زي ما حضرك شايف كده خيار المسح ظهر. ابدأ اعمله حسف. زي ما حضرك شايف كده تم حسف الملف. طيب عايز ارجع بالي الفلاشة واشوف ان الحماية تم ازالة واقدر افرمت الفلاشة ولا لا? طيب هروح عامل كليك يمين على الفلاشة وضغط على تهيئة. تمام? وضغط على ابدأ. هو طبعا بيحذرني بيقول لكل اللي موجود على الفلاشة هيتم مسحه اقول له مفيش مشكلة. نعايز اتأكد ان الحماية من الكتابة تم ازالتها ولا لا? هضغط على موافق. زي ما حضرك شايف كده ما ظهرتش لي الرسالة المزعجة اللي ظهرت في اول الفيديو. والفلاشة تم فرماتتها بالكامل بمنتهى البساطة. تمام? كده هفتح الفلاشة. زي ما حضرك شايف كده الفلاشة تم عمل الفرمات ليها. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو الفيديو عجبك واستفدت منه. ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة. عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.